ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليكم وجهزة الاخبار بسم الله الرحمن الرحيم اعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تعرض ناقلة نفط لاطلاق نار بقذائف الاربي جي وجددت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تحذيرها بان استمرار ممارسات الميليشي الحوثية لانشيطة تهريب الاسلحة والذخائر للاراضي اليمنية تؤثر على امن البلاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم وفي الاراضي اليمنية قتل ثلاث مدنيون في انفجار لغم ارضي زراعتهم ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في محافظة تعز جنوب العاصمة صنعاء واكدت مصادر يمنية ان حوادث مشابهة شهدتها عدد من المناطق المديرية اسفرت عن مقتل عشرين مدنيا واصابت عدد اخر قال مسؤول افغاني اليوم ان رجل امن قتل واصيب اربع اخرون اثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطار بمدينة جنوب